كل وقاف وتقول لا يوقف هذا البرنامج يا أبو عبد عزيز الشيخ بدر تعالك تعلق على هذا أيضا وأشواق القحطاني تقول كنت فقيرة فأغناني الله بتصدق ريال واحد واربع ريال يوميا ومبالغ لا تذكر أبو عبد عزيز أقول أن الله سبحانه وتعالى بإسمائه الحسن وصفات العلاء أن يتقبل منهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم هذه القصص مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي منفقا خالفا من هو؟ أني بسلم بعد ذلك أبو عبد عزيز طيب نخلي آخر اتصال يا أحمد طيب بعد ذلك أبو عزيز تسمحنا ولا ترى؟ لا تفضل تفضل يا لمعنى نورة نورة القحطاني تفضل يا نورة أهلا وسلم عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أبوي مرحبا معك ناس معك ناس معك يا نورة طيب شكرا لنورة تعادوا اتصال بعد المغرب بإذن الله ناقذها أولا إذا أمداها تفضل يا أبوي عبد عزيز أولا مستقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي منفقا خلفا وممسكا تلفا كل يوم فالذي ينفق يخرف الله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا عن الهواء فالذي ينفق بساهم برياري لين أو أكثر أو أقل هذا الله سبحانه يعوضه كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده أكد تأكيد من المسلم أن الصدقة تزيد المال وسمت الزكاة في اللغة نماء الزكاة في اللغة النماء فعلا هي التي تنمي المال في اللغة معنى الزكاة النماء نعم فهي إذا زكى الإنسان وصدق من الزكاة إذا تصدق أو زكى نمى ماله وربي كثر وهذا كل الأحديث تدل على أن النفقة والصدقة والزكاة يبارك الله لصاحب المال وتزيده تزيده بركة وتزيده حتى عدد تزيده بركة وتزيده عدد والتجارب التي ذكرت من أنفقة بعشرة وهجاه مية والمئتين هذه كلها تجارب ليس من باب التجارب إنما هي حقيقة بقول نبي صلى الله عليه وسلم ومصداق لقول نبي صلى الله عليه وسلم قد يشاهد الشخص يشعر بها ويراها الآن نحن بعض الناس يتصدق من راتبه يا أخي يبارك الله في راتبه الله سلام إذا طلب راتبه مثل عشاء أعطى خمسمائة ريال منها ولا شيء ترى لكن يجد ثمرة الماء البركة في المال في باقي الراتب يجد ثمرة حسنه يسمعها يمكن لها خلال شهر لكن إذا ما تصدق هو الماء الرائح رائح لكن ما يجد ثمرة ولا يجد لده ولا يجد فائدة في ما تبقى من راتبه لأنه قد يكون حبس وني سلم قال الله ما أعطي ممسكا تلفا فالصدق تزيد المال وتزيد في بركته وتزيد حتى في عدده تزيد حتى في عدده إذا كان أبو بكر رضي الله عنه أتى بماله عند النبي سلم كامل قال ماذا تركت لهم الله ورسوله ومن ذلك كان أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك حتى وقبله بعد من أغنى الصحابة وقدم ماله كامل ما ترك شيء وما تكتل الله ورسوله فأصبح أوبكر رضي الله عنه من أثرياء الصحابة وهو مصدق بماله عمر رضي الله عنه أتى بنصف ماله وذلك أصبح من أثرياء الصحابة وعثمان رضي الله عنه جهز جيش كامل من ماله وما ذلك ما شكل فقر ولا خشل فقر بل أغنىها الله وأكرم الله سبحانه وتعالى فصدقه حتى لو كانت في اليسير إنما تجعل في المال بركة وثمرة وزيادة الله أكبر وزيادة كل ذكر أمس أحدنا الشيخ فرحيم يقول الناس في الجمعيات يخفتح الله عليهم لماذا؟ لأن معاشر يتصدق بماله يتصدق بماله فإذا يخرج اليوم مثل 100 ريال بعد فترة يحصل أضعام مضاعفة أضعام مضاعفة يحصل له فرص في تجارة وفرص في وظيفة في أي مجال تخلف عليه ما أنفقه لله سبحانه وتعالى أضف على ذلك أن الذي تقدمه لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى والمال من؟ مال لله سبحانه وتعالى مالك أدي الشخص ليس لك من مالك إلا ما أكلت وأبليت ولبست وأفنيت لكن الباقي هو لله سبحانه وتعالى وفي حديث أن تصدقت عائسة بكتف شاه نعم فضحية نعم نعم قالت بقيت إلا كتفها موجودة إلا كتفها قال بل فانية إلا كتفها يعني اللي صدقنا هو الباقي لنا هو اللي نقدم للآخرة نجده في الآخرة هو اللي بي مقامنا يوم لا ينفع مال ولا بنون رحمة الله سبحانه لكن اللي تقدم من الله سبحانه هو اللي تجده وتجد ثمرته يوم القيامة يوم تطير الصحف فكلنا أخذنا كتابة بيمينها أو بشمالها فإذا عندك حسنات من الصدقات وهي من أعظم أعظم أعمال الصدقات لأنها المحص للإيمان المحص الصدقة هي المحص لإيمان الصدقة فرهان فما يقدم عليها إلا قوي الإيمان الله أكبر شف نفسك في مارس الصدقات موجود في الصدقات فأعرف أن عندك إيمان قوي فإذا أتى يوم القيامة فإذا عنده صدقات ونفقات وزكوات من مال الله الذي أعطاه الله سبحانه قادر أن يسبب منك في لحظة ولكن أعطاك هذا المال كما قادر إحدى المتصرات اختبار للإنسان صحيح اختبار للإنسان يختبئ هل هو يمسك ويصبح عبداً للدينار أو ينفق ويصبح الدينار تبع الله والمال في النهاية مال الله سبحانه وتعالى فأنفق من مال الله ما زلت مالك للمال فأنك إذا ذهبت أصبح المال لغيرك ولا تنظر أن يأتيك النور من الخلف أنت اللي قدم نعم كشافك في يدك قدم قدام لا تقول عياري بتصدقون كم والله كم واحد مات ما وضع إلى صدقة لا من عياره ولا من أقاربه يعني ألوف الناس ما وضع إلى أنت صدقة من أولاده أنت ما صدقت لنفسك والمال ما لك في يدك حر أنت فيه لا تنتظر إلى ابنك ولا أخوك يقول أبا تصدق بتصدق عني ما تضمنه يمكن يصيبها شغاف وحب للمال أكثر منك صحيح وينساك وهذه قلنا بسلم إذا انقطع من آدم إذا مات من آدم انقطع منه إلا من ثلاث قال وصدقة جارية خلاص الصدقة جارية هي الدر عليك وأنت في قبرك الدر حسنات اليشرم من المنبير أو سقيا ماء أو وقف أو تفطير صائم أو وقف زي الوقاف هذه زي الوقاف هذه حيث تدر لك صدقة جارية تدر لك بعد مماتك وما كفي في ناس يكفونك يعني انقطعت أعمالك بالأصلاح خلنا نقول انقطعت السيئات والحسنات موازات تمشي عن طريق هذه الأوقاف الأوقاف فيها عتام فيها مساكين فيها رامل فيها إفطار صائمين فيها كسوة فإذا عندك أسهم تزيد عليك فإذا جاء يوم القيامة فإذا عندك سجلات من الحسنات تثق بها الموازين تتفاخر بها ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاقن حسابية يوم تقل كتابة بينك فإذا عندك سجلات من الحسنات فتنادي عن روس الأشهد ها أمقرأوا كتابية يعني تعالوا أقرأوا الآن ناجح فرحان مبسوط إني ظننت أني ملاقن حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عابي أما صاحب السيئات وصاحب معاصل يا ليتني لم أوت كتابية ليتني ما شفت ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مارية ما أغنى عني مارية يعني كان تاجر كان تاجر ما أغنى عني مارية حسن هلك عني سلطانية هذا كلها ما أغنى عن ماله الذي عنده أكله والله حنا يا أخوان نروح لمحلات المقالة العاب حتى أطفال نصرب كمية 200 ريال هذا 200 ريال أنا أمر تافه ما يستاهل وحن مسؤولين عن المال هذا حن مسؤولين عن الصرف هذا يسأل إنسان يوم القيام عن ماله من أين اكتسبه وإن أنفقه نعم فإذا نحن ننفقها في أشياء كماليات البيت في أشياء كماليات للأولاد ألعاب وما ألعاب في نعم تكب وفي نعم إسراف التكب صح هذا حن مسؤولنا وإذا جئنا بباب الخير وباب الإحسان إذا ما عندنا تقديم فيه يمكننا واحد يبقل يحط خمس ريال ما تحقل خمس ريال أنا يمكن لها أجر لها وقع لكن يضع في الملهيات والأشياء الغير مئة ريال مئتين ريال أيهم أكثر نفع لك في الآخرة نفع الأمر الخير فأكثر فيها المجال واترك المرهيات التي إن زادتك سوءا ما زادتك خيرا أو على الأقل هذه بذي أو هذه بتلك ها بصحيح